نهاردة كمان وجهت السيدة انتصاري سيسي قرينة رئيس الجمهورية التحية لكل من ضحى وكل من قدم الحقيقة الغالي والنفيس وخاض أشرف المعارك وطبعا كل ده حتى يستعيد الوطن عزته وكرمته وكمان ذكرت فيه منشور لها على الحساب الرسمي على موقع فيسبوك وكمان في مثل هذا اليوم ذكرت بأن مصر الحقيقة دايما تحقق كل شيء وتحقق العزة وتحقق الأمان فوق كل شبر من سيناء تحية واجبة لكل من ضحى وكل من خاض أشرف المعارك اللي الحقيقة بتستعيد الوطن وبتعيد للوطن عزته وهيبته كلام الحقيقة من القلب لأن سيناء تستحق منا كل كلام من القلب حتفضل سيناء هي بلدنا هي جزء كبير هي دماء ولدنا اللي راحت علشان نعيش اليوم ونحتفل على مدار سنين وسنين 42 عام ونحن نحتفل في أمن وأمان في وقت من الأوقات كان عندنا إرهاب والدولة كانت زي ما بتبني في سيناء وبتعمر بتحارب الإرهاب وشفنا ده في مواقع كتير جدا شفنا في العريش شفنا في بقر العبد اللي تم الحقيقة تنميته شفنا في أماكن كتير جدا حتى تعود سيناء إلى المصريين آمنة مطمئنة بإذن الله